يحتدم القتال في إقليم ناغورني كارباخ بين أرمينيا وأذربيجان وتتوسع رقعة المعارك والقصف إلى مناطق أخرى وزارة الدفاع الأذرية أعلنت أن ثانية أكبر مدنها غنجة تعرضت لقصف القوات الأرمينية بينما أكدت سلطات إقليم ناغورني كارباخ أن قواتها دمرت مطاراً عسكرياً في تلك المدينة لم تعلن باكو عن الخسائر وسط جنودها نتيجة القصف لكنها أكدت سقوط ضحايا مدنيين وأعلن رئيسها إلهام عليوف أن جيش بلاده حقق تقدماً في الإقليم وبسط سيطرته على إحدى القرى بينما تعرضت عاصمة إقليم ناغورني كارباخ لقصف مكثف من طرف قوات أذربيجان قصف أصفر عن استهداف الشبكة الكهربائية وبالتزامن مع التطورات الميدانية قال رئيس غزراء أرمينيا إن بلاده تواجه أكبر اللحظات الحاسمة في تاريخها مؤكداً أن قواته لا تواجه جيش أذربيجان منفرداً بل تواجه معه قوات تركية ومرتزق موالين لها الصراع يشمل المرتزق السوريين والإرهابيين والقوات الخاصة التركية ونحو 150 من كبار العسكريين الذين يقودون الجيش الأذربيجاني ويواجهون العمليات العسكرية ومع دخول المعارك يومها السابع في الإقليم لا مؤشرات حتى الآن على الأقل عن تحقيق أطراف الوساطة التي تقوم بها أطراف دولية على رأسها روسيا أي نجاح في طريق وقف إطلاق النار ترجمة نانسي قنقر